في برنامج عكس الشائع اليوم رح نحكي عن أدوية ليس أو مو من الضروري أنه نحفظها في البراد كما يشيء عنها من هذه الأدوية أو الأشكال الدوائية الكابسولات والحبوب نشوف عديد من أهالينا بيحفظوا المنتجات أو الأشكال بشكل على شكل كابسولات أو على شكل حبوب أو أقراص في البرات حتى يحفظوها ثابتة حسب رأيهم بينما هم عم يعرضوا هذه الأشكال من الدواء للتخرب بفعل رطوبة البرات فلذلك ما منصح أبدا أنه نحفظ الكابسولات أو الحبوب الأقراص في البرات من الأشياء الثانية للأشكال اللي بتستقربوا أنه إحنا يعني مو من الضروري أنه نحفظها في البراد هو الأنسولين الأنسولين بعد فتحه مو مفضل أنه أو مش من الضروري أنه إحنا نحفظه في البراد ممكن نحتفظ في برى البراد لمدة شهر كامل بدون خوف على ثباته وحتى في أشكال من الأنسولين اللي بتجي على شكل ألم ما منفضل أبدا أنه نحفظه في البراد بعد فتحه إنما نحفظه برى البراد لحتى نحافظ على ثباتيته بصورة أفضل من هاي الأشكال كمان نشوف أهالينا أو بينتشر بالمجتمع معلومة غلط عن حفظه في البراد هو الفيتامين دال الفيتامين دال بعض أشكال والنادرة جدا يتم حفظها في البراد مثل بعض أشكال النقط لكن أشكال النقط أخرى أصبحت تنحفظ برى البراد بدون أي مشكلة أيضا الأبر الزيتية أو أبر الفيتامين دال الزيتية كمان تنتشر معلومة غلط أنه لازم نحفظه في البراد وطبعا وهي بالعكس تنحفظ برى البراد وليس من الضروري أنه نحفظها في البراد كمان منلاحظ